السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلين فيكم بقناتي لوجين شانيل اتمنى هالفيديو هذي يعجبكم هو فيديو هيك رح اصويه بسرعة يعني ما رح يكون طويل بدنا نحكي عن تنفس اللي رح يخلصنا من التوتر ومن القلق ومن الغضب ومن الاكتئاب كمان ومن نوبات الهلع اللي اغلب المشتركين بقناتي بيعانوا منها فمشان هيك لازم انو احنا نتعلم التنفس البطني لانو لازم نعرف انو التنفس بيأثر على نبض القلب الدورة الدموية على الجهاز العصبي فتنفسنا لازم يكون عميق وبطريقة صحيحة يعني مشان نقدر نام بعمق مشان ينخفض ضغطنا مشان نرتاح مشان نسترخي وطريقة هالتنفس سهلة جدا بتقعد تسترخي تسترخي عفوا على ظهرك بيكون قدامك كرسي او ممكن يعني تستغني عن الكرسي بس هيك تتنيرك بيتيك وبتحط رجليك على الارض بشكل هيك مستوي على الارض بس واذا بدك تحط الكرسي كمان ما فيه شي يعني بتحط كرسي وبترفع رجليك على الكرسي وانت متسطح على الارض فبتحط ايدك واحدة على البطن تحت مستوى المعيدة والتاني على صدرك وبتاخد نفس نفس عميق بحيث انه تلوتين الهواء اللي انت استنشقته بيكون بالبطن ايدك اللي انت حاطته على بطنك بتحسها ارتفعت وتلوت بالصدر الايد اللي على الصدر ما بتتحرك يعني كتير يعني شوي بتحسها انه تحركتي شوي بس اما الايد اللي انت حاطه على بطنك فهاي بتحسها انها ارتفعت وعملية الشهيق عبر الانف بعدين بتطلع الهواء اللي انت استنشقته عن طريق الفم يعني وبتحس انه ايدك اللي انت حاطتها على بطنك نزلت يعني بطنك صار فاضي من الهواء الهواء كله طلع وبتكرر العملية لما بتستنشق هواء تاني بتصير ايدك ترتفع بتحس انه ايدك طلعت ولما تعمل زفير بتحس انه ايدك نزلت فهذا هو تنفس البطني الصحيح ولازم نعمله يعني لازم نحط له برنامج ضمن عداتنا اليومية ولو خمس دقايق او عشر دقايق كل يوم لانه كتير كتير مفيد كتير كتير ساعد ناس كتير وكتير ساعدني اني بتمنى انه هالفيديو نال اعجابكم ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر اللايك وإلى اللقاء